هم خدم حسينيون نقلوا سرادق عزائهم من مدينتهم المقدسة إلى أرض علي عليه السلام أرض النجف الأشرف من أجل المشاركة في خدمة الزائرين الكرام المعزين في أيام شهادة نبيين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنهم خدم الحسين في مواكب مدينة الكاظمية المقدسة هذا موكب أولاد موسى وجواد موكب الكاظمية المقدسة شرف إلى مدينة النجف الأشرف لمواساة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نعزي أمير المؤمنين والحج عجل الله تعالى فرجه بهذا المصاب الجلل مصاب رسول الله خاتم الأنبياء نبي الرحمة نبي الإنسانية نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بهذا المكان اليوم الخامس تأدية الخدمة إلى الوافدين إلى مدينة النجف الأشرف من المعزين لتقديم وجبات الطعام الفطور والغداء والعشاء وتتنوع الخدمات المقدمة بتنوع العطاءات النابعة من مشاعرهم الصادقة في خدمة الزائرين بالنسبة لنا الموكب الجمهور الكاظمية يجي للنجف صلى سنين يعني صاروا هواية يعني ما أقدر أقولك شكارلس هواية صار يعني قبل عشرين سنة يجي هنا الوفاة الرسول نقوم بالخدمة الزوار من مأتن من مأكل مشرب وهذه الاحسانية ما لها للنجف في كل أرض وفي كل عصرة نجد خدم الحسين عليه السلام يرتحلون ويقيمون عزائهم ويغدمون زائر رسادتهم ومواليهم لا من أجل منفعة أو ما شابه بل هو دافع نبيل نابع من إيمان وعقيدة كبيرتين لبرنامج هونالكاظمية علي أركان الصحاب